السلام عليكم ورحمة الله حمد لله وصلاة وسلاما على شيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان نتحدث عن إصلاح ذات البين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المغفرة عظيمة في هذا الشهر الكريم أيها الأخ الكريم نحن في شهر شعبان جعل الله تعالى فيه فضائل كثيرة أولها أنك تستعد لشهر رمضان الاستعداد هذا في حد ذاته خير ثاني هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بالصيام واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان يجعلنا نقبل عليه ونحن في آمل من الله تعالى أنه سيقبل عنا أعمالنا وأنه سيغفر لنا ونحن نحب ما كان يحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما سئل عنه قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي إلى الله تعالى وأنا صائم الأمر الثالث أن شهر شعبان جعل الله تعالى في ليلة النصف مغفرة عظيمة لأن الله تعالى يتجلى على أهل الأرض بالمغفرة فيغفر لكل من فيها إلا لمشرك أو مشاحن المشرك الإنسان الذي يرضى أو يعني لا يرضى الإيمان بالله فهو يرضى الكفر والعياذ بالله المشاحن إنسان متخاصم مع الناس قاطع رحم إنسان بعيد عن الناس بينه وبين صاحبه خصومة هذا جعل الأمر شحناء وقطع السبل والعلاقات وهجر المسلم إلى غير ذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يقول أنظر هذين حتى يصطلحه وبالتالي توقف مغفرة ذنوبهم تخيل معي إنه في إنسان يموت دون أن يغفر الله تعالى له طيب المغفرة دي متوقفة على إيه؟ متوقفة على إن فلان إلا أنا وهو زعلانين مع بعض لأمر دنياوي إن احنا نرجع نقول لبعض سلام عليكم سيد الفاضل فرق بين أمرين بين المحبة والاحترام الدين لا يطالبك بالمحبة فلان اللي انت زعلان معاه محدش بيقولك لازم تحبه ومحدش أوقف المغفرة على إنك انت لازم تحبه إنما المسألة متعلقة باحترام الناس وأداء الحقوق وبالتالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وبالتالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بهذا أمر بإصلاح ذات البين إصلاح ذات البين يعني إيه أول مرحلة فيها أني أنا مع نفسي أقول أنا زعلان أنا وفلان وبالتالي عدى يوم يمكن أهدى اليوم الثاني يا سيدي هو يهدى اليوم الثالث خلاص حتى لو ماهدناش يبقى نلتقي سلام عليكم وعليكم السلام مش مطلوب أكتر من كده طيب الكلام في الخصومة والكلام في المشاكل وأولاد اللي بيلعبوا قدام بيته وأولاد اللي رشوا حاجة على عربيتي والغسيل اللي رقط على الغسيل كل هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن تكون سببا لقطيعة المسلمين عن بعضهم عمهم اللي أمزع عقلهم وخلهم اللي بيعمل كده كل الكلام ده بين الناس لا ينبغي أنه يكون سبب للقطيعة وبالتالي أيها السادة الأفاضل واجب علينا أن نسعى للصلح تسعى أنت من نفسك طيب عدت أيام فلان ما نزلش فلان ما طلعش يسلم فلان ما تقابلوش يسلمه دورنا نحن من نحيط به إحنا المحيطين بيهم إحنا الإخوة إحنا الأصحاب إحنا الجران إن إحنا ناخد فلان وفلان ونسعى بالصلح بين الاثنين إلى أن نوفق بينهم بعد شوية الأيام تذيب ما كان من هذه القصومة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفساد أو فساد ذات البين ووصفها بهذا الوصف الدقيق قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يعني إيه تحلق الدين الحلاقة معنها الإزالة بالموس فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخصومة اللي بين الناس كإنها بتحلق الدين يعني إيه تحلق الدين؟ يعني تزيل الدين من أساسه لأن فلان زعل مع فلان يبدأ أول حاجة الظلم ما بين الاثنين والظلم ظلمات يوم القيامة بعد شوية تيجي الغيبة فلان إنت زعلان من فلان ليه؟ يعد يذكره بالكلام السوء وبعدين ييجي واحد ينقل الكلام السيء بين الناس أدي النميمة وبعدين يحصل سباب وبعدين يحصل تطاول وضرب الله إيه ده؟ إيه الأمور دي كلها؟ ده أحسن جو يلعب فيه الشيطان وبالتالي نحن في شهر شعبان نوصي بإصلاح ذات البين إما إن حضرتك تقول لفلان اللي زعلان معاه تقول له يا فلان لوجه الله تعالى أنا عفيت وأنا مسامح وبعدين تنتظر أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك الأجر والثواب فمن عفى وأصلح فأجره على الله أو إن يا سيدي توسط ناس تسعى بالخير بحيث أنه يحصل بينك وبين الفلان اللي أنت متخاصم معاه يحصل بينكم صلح مرة تانية أكرر نحن لا نطالبك بالمحبة له لكن أطالبك بأداء الحقوق ومن ضمن هذه الحقوق عدم القطيع كما أوصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي إن المغفرة تنالها في هذا الشهر الكريم بسبب ماذا؟ بسبب إن أقول لي فلان سلام عليكم ويقول لي عليكم السلام يغفر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الذنوب لأن العاقبة بدون ذلك وخيمة غفر الله لنا وإياكم وأصلح حالنا وحالكم والسلام عليكم ورحمة الله